أعلنت السعودية عن تدشين أكبر محطة عائمة لتحلية المياه على مستوى العالم والتي يعال عليها في ضمان استمرارية وفرة المياه المحلى بمستويات عالية في وقت تتمتع المحطة الجديدة بقدرة انتاجية تبلغ خمسين ألف متر مكعب من المياه يوميا. للحديث أكثر حول هذه المحطة العائمة لتحلية المياه ينضم إلينا سيد شارخ الشارخ نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات بالسعودية. سيد شارخ أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. هذه هي المحطة الأولى ضمن ثلاثة محطات تعمل عليها المؤسسة. حدثنا عن أهمية إطلاقها بالبداية. وإلى أي مدى ستلبي حاجة المملكة من المياه المحلى. شكرا نقطة الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الحمد والمنة. الآن نبدأ في تجهيز بالتعاون مع شركنا البحري بمحطة عائمة بطاقة خمسين ألف متر مكعب. الاتفاق الحمد لله مع شركة البحري على ثلاث محطات عائمة. طاقة كل منها خمسين ألف متر مكعب. هذه من شأنها تعزيز الأمن المعي في المنطقة. منطقة جزان. وكذلك في مناطق المملكة العربية السعودية. هذه أولي الله الحمد تعمل بتقنية حديثة. التي هي التناضع العكسي. هذه من شأنها تخفيض أيضا تكلفة المياه. هو المناورة في جلب المياه في المناطق التي يكون فيها نقص أو شح في المياه. أو زيادة الإمداد في الوقت المناسب. نستطيع الحمد لله أن ننقلها لأي مكان له احتياج في المملكة. هذا بالإضافة إلى وجود محطات ثابتة بديلة عن المحطات الحرارية ذات التكلفة العالية. كفاءة المحطات الجديدة تعتبر منافسة جدا. وخفضت تكاليف الإنتاج. وأيضا هي صديقة للبيئة. لا يوجد فيها انبعادات كربوكية. كذلك والله الحمد هناك حزمة كثيرة من المشاريع. منها أنظمة النقل والله الحمد الآن نقول والله الحمد المنطقة أو منطقة جزان وشكة مناطق المملكة. لن يكون هناك إن شاء الله نقص المياه ستكون المياه المحلة تصل إلى المواطني. ونعم أختي الكريمة أنا أقول الحمد لله بهذه المحطات وتدشينها بأعلى كفاءة وأعلى تقنية. نستطيع أن نقول نحن الضائدين في العالم لمثل هذه المحطات وهذا النوع. هذا بالإضافة إلى ما يصاحبها من أنظمة نقل ومحطات ثابتة. إن شاء الله سيسمع المواطن في القريب الإعلان عن محطات جديدة ومشاريع جديدة. وهذا السؤال اليوم سيد شاريخ. نحن نتحدث عن إطلاق هذه المحطة الأولى. متى نتوقع إتمام باقي المحطات العائمة ضمن الجهود لتوفير هذه المياه المحلة لكل أنحاء المملكة؟ نعم هذه الآن هي السلسلة من المحطات التي إن شاء الله تنوي المؤسسة العامة لتحديث المياه المالحة. في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهد الأمين ومعالي الوزير الفضلي وحافظ المسأة العامة لتحديث المياه المالحة. أن يكون هناك تعدد المصادر. ومنها هذا النوع من هذه المحطات العائمة. هذه الحزمة الأولى التي هي ثلاث محطات بطاقة كل منها خمسين ألف. إن شاء الله ستكون مثل هذه المحطات تطوير. أيضا نتابع إن شاء الله التقنيات الجديدة وتخفيض التكلفة وتعدد مصادر الإنتاج بإذنه. أدي نسبة التكلفة التي ستنخفض نتيجة لإستخدام هذه المحطات أستاذ شاريخ. هي ذاتية التوليد للكهرباء وذاتة كفاءة عالية إذا ما قرنناها ربما بالمشاريع السابقة. نعم أنا ممكن أقول بشكل عام أن تقنية الأرأو سواء على المحطات العائمة أو غيرها. مقارنة بالأنظمة القديمة الحرارية ستكون أقل تكلفة بما يعادل أقل من 70% للسيفينج أو لتخفيض تكلفة الإنتاج. يعني لو أعطيتها بالأرقام على المحطات الثابتة نحن نتحدث عن عمره افتراضي 30 سنة. نستهدف إن شاء الله في المحطات الجديدة أن لا تتعدى تكلفة المياه ريال أقل من ريال 30 هلأ لا. بل أننا نستهدف أو نحفز زملائنا والعقول الوطنية إلى الوصول إلى أقل من هذه التكاليف. علينا استهدافات إن شاء الله أننا نحطط إلى أقل من ريال 22 هلأ لا في المحطات الجديدة. فإن شاء الله التقنية واعدة بعقول وطنية وقيادة وطنية. هل هذا يعني بأن الاستثمار بالتقنية بهذه المحطات العائمة يعتبر نسبته أعلى مقارنة بالمحطات الثابتة سيد شاريخ؟ لا المحطات العائمة هي نوع من توفير مصادر المياه والسرعة المناورة ونقلها بوقت قصير. أما المحطات الثابتة هي المصدر الأساسي. هذه فقط لسد احتياج المياه في المناطق التي يكون فيها عجز أو طلب زيادة إبداة. أما المصادر الرعيسية فهي المحطات الثابتة. أدير حيكون في توسع بحجم المحطات الثابتة لعام 2022 بالنسبة للمملكة؟ نحن إن شاء الله مفاتحين حسب طلب السوق. سنكون إن شاء الله نوفرها بوقت قصير وسريع. وبنائها سواء مع شركائنا في البحري أو عن طريق البناء الذاتي. عن طريق مصادر المعام العام لتحريط المياه. لأن تمتلك الخبرة وسيكون بنائها سريع جدا وتوفير مثل هذه. سواء بيع حجم الخمسين ألف أو أكثر أو أقل. سيكون بالسرعة المناسبة بإذنه تعالى لسد الاحتياجات حسب طلب السوق. سواء لاحتياج المستهلك أو الاحتياج الصناعي أو الزراعي أو غيره. لكن الاستهداف بالنسبة للمحطات العايمة ستكون في الوقت الحالي هي لتسخدم نقص لاحتياجات المياه. نشكرك سيد شاريخ الشاريخ نائب محافظة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات بالسعودية. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا والمستمعين شكرا والمشاهدين شكرا.